ساحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة لطالما كانت ساحات حرب يصمد فيها المسلمون في وجه اعتداءات المحتل التي تطال الحرم والمصلين 2017 عام شهد تصعيدا غير مسبوق على الحرم القدسي الشريف عندما اغلق الاحتلال ابواب المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه لأول مرة منذ نحو خمسين عاما وقد حاولت اسرائيل بحجة عملية في الأقصى وضع بوابات مغناطسية تصدى لها المقدسيون إلى ذلك تعرض الحرم الإبراهيمي في الخليل لاعتداءات شملت منع رفع الآذان واقتحامات المستوطنين هذا ما تحدث عنه وزير الأوقاف الفلسطيني الاعتداءات يوميا تتكرر على المقدسات الإسلامية والنصحية من كبل الاحتلال الإسرائيلي حيث بلغت في العام الماضي 1210 اعتداء المستوطنون الذين يقتحمون الأقصى يوميا ويعتدون على الحرم الإبراهيمي ويرسمون شعارات مسيئة في الكنائس المسيحية ما هم إلا أداة في يد الاحتلال كما يرى الفلسطينيون بالتأكيد الاحتلال الإسرائيلي ممكن قطعا للمستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى وتمكنهم من أداء الصلوات التلمودية في المسجد الأقصى ثم منع المصلين من وصول إليه أضف إلى الحفريات وإقامة الكنس بجوار أسوار المسجد الأقصى الوزير قال إن الفلسطينيين بصدد التوجه إلى المجتمع الدولي في هذا الصدد لطالما حاولت إسرائيل تحويل صراعها السياسي مع الفلسطينيين إلى صراع ديني والاعتداءات المتكررة على المقدسات وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف هي من هذه المحاولات كما يرى الفلسطينيون ريمان مصطفى العربية القدس المحتلة